الله الله والحمد لله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ذكرنا في البحث السابق البرهان على أفضلية النبي من غيره وأن أفضلية النبي من غيره أحد الشروط التي ذكرت للنبي والشرط الثاني الذي ذكرناه هو كمال العقل والذكاء والفطنة وقد بينا أن هذا الشرط وإن كان صحيحا لكنه ليس شرطا مستقلا بل هو راجع إلى العصمة وأيضا من الموارد التي ذكرناها إظهار المعجزة على يد النبي وذكرنا أن إظهار المعجزة هو معرف للنبي لا شرط في النبوة وبمناسبة ذكر المعجزة ذكرنا مطالب حول المعجزة فمن المطالب التي ذكرناها تعريف المعجزة وذكرنا أن المعجزة هي التي تصدر بعد الدعوة لا قبل الدعوة لأنها لو صدرت قبل الدعوة فهذا الصدور يسمى إرهاصا وأيضا ذكرنا أنه لا يلزم تكرار المعجزة بل لا يلزم رؤية المعجزة لأن النقل المتواتر كاف في حصول العلم بدعوة النبوة وأما هذا التكرار الحاصل على يد الأنبياء فلعله لحصول العلم بالنبوة للغائبين وغير الموجودين فإذن تكرر المعجزة لا يخرج المعجزة عن عنوان المعجزة لو صدرت بعد العلم بنبوة النبي فلا يقال أنها كرامة بدعوة أنها ليست حاصلة لوقوع العلم بالنبوة بل نقول أنها لا زالت معجزة تسمى معجزة لأنها لحصول العلم للغائبين لأنها لحصول العلم لغير الموجودين وأيضا من المطالب التي نذكرها في هذا الباحث هو أنه أن الوظيفة للمكلف فيما لو شك في إعجازية معجزة هل هذه المعجزة صدرت أو لم تصدر هل هي معجزة أصلا أو ليست بمعجزة هو التفحص عن حالها هو الرجوع إلى القراءن هو الشواهد دفعا للضرر المحتمل ومن المطالب التي هي حول المعجزة هو هذا السؤال ما هي الرابطة المنطقية البرهانية بين الإعجاز ودعوة النبوة هل هناك علقة وارتباط تكويني وجودي بين دعوة النبوة وبين المعجزة أو لا صدور المعجزة مجرد جدل لإفحام الغير وليس هناك أي برهان مستبطن في المعجزة في صدور المعجزة الصحيح هو أن صدور المعجزة برهان منطقي بالمعنى الخاص وذلك أنه نقول إن دعوة النبوة هي بمعنى أنه هذا الشخص يدعي تلقي الوحي ويدعي التكلم الإلهي وهذه الدعوة دعوة الوحي ودعوة التكلم الإلهي أمر لا يساعده الحس فهو أمر خارق للعادة فلو كان النبي صادقا في هذه الدعوة فلو كان هذا المدعي صادق في هذه الدعوة بأنه متصل بالواحي يحصل على الواحي يتكلم مع الله سبحانه وتعالى الذي هو أمر للخارق للعادة إذا كان صادقا في دعوة أن له هذه القناة الإلهية هذا الارتباط الإلهي هنا ينبغي أن يكون قادرا على إيجاد أمر خارق للعادة آخر يؤيد تلك الدعوة الخارقة أيضا لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد فإذا أمكن الحصول على الخارق الأول وهو دعوة الواحي دعوة النبوة دعوة القناة الإلهية فمن الجائزة أيضا أن يحصل ويصدر منه خارق آخر يؤيد ذلك الخارق وهذا الخارق الآخر هو المعجزة فإذن هذا هو من براهين الملازمات المبينة في المنطق وبعبارة أخرى إن المعرفة والتعليم عن طريق الواحي هو أمر خارق للعادة ولا يجري مجرى التعليم والتعلم المدرسي المتعارف فهو ثبوت ما ليس بمعتاد مع خارق للعادة فإذن هذا الأمر الذي خارق للعادة يحتاج إلى إثباته إلى أمر خارق آخر للعادة ليثبت هذا المدعي أنه مختص بهذه القناة الإلهية وهذا الأمر الآخر كما ذكرنا هو المعجزة والمعجزة قد تكون قولية أو فعلية فإذن الرابطة بين الدعوة النبوة والمعجزة رابطة منطقية برهانية وليست رابطة جدلية هذا هو الأمر الآخر حول المعجزة ومن المطالب التي أيضا ذكرت حول المعجزة هو أن المعجزة على ثلاثة أقسام المعجزة إما تحتمية وهي ما يتوقف عليها إثبات النبوة هذه معجزة تسمى تحتمية وإما تفضلية ابتدائية يظهرها النبي تأكيدا لأمره وتقريرا لإطمئنان أمته هذا تفضل هو ابتداء يصدر المعجزة تأكيد لأمره وإطمئنانا لأمته وإما تكون المعجزة معجزة اقتراحية يطلبه الناس الناس تطلب من النبي أن يصدر معجزة والواجب الذي يجب عند العاقل صدوره هو المعجزة القسم الأول المعجزة التحتمية أما التفضلية والاقتراحية فلا يجبهما العاقل العاقل والبرهان على صدور المعجزة دال على صدورها في القسم الأول أي المعجزة التحتمية أما التفضلية والاختراحية فلا دليل عقلي على وجوب صدورها هذا تمام الكلام في المعجزة وأيضا من الشروط التي ذكرت بالنسبة للنبي هو اتيانه بشريعة قالت المعتزلة لا يجوز أن يبعث إلا بشريعة يعني من شروط النبي أن يكون صاحب شريعة من شروط النبي أن يكون صاحب شريعة لم يكن له شريعة فهو ليس بنبي لأن العقل كاف في العلم بالعقليات فقط أما فيما غير ذلك فيما دون ذلك فغير كافي يحتاج النبي بكي يكون نبيا إلى شريعة العقل فقط كافي في العقليات أما في الاعتباريات فنحتاج إلى شريعة فإذن البعث من دون شريعة أمر لغ أمر عبثي ولكن هذا الأمر غير صحيح وذلك أولا أن النبي يقرر الناس يقرر المكلفين ويثبتهم على العقليات المذكورة النبي أقواله أفعاله مثبتة ومقررة لما توصل العقل إليه هذا أولا وثانيا ربما لا يتيسر حتى في هذه العقليات لأفراد الناس العاديين فهموا هذه الأمور العقلية فيحتاجون إلى الرسول إلى النبي لكي يبين لهم هذه الأمور العقلية التي يصل إليها العقل ولكن الإنسان العادي لا يحصل عليها أو يحصل عليها بصعوبة والأمر الآخر أيضا أن للنبي فوائد أخرى غير التعليم كما ذكرناه مرارا فمن فوائده التزكية والتربية وأيضا نشير إلى مطلب آخر في غد هذا الشر وهو أنه يمكن أن يكون النبي تابع لشريعة سابقة فليس من الواجب أن يكون لكل نبي النبي النبي شريعة بل يمكن أن يكون نبي ما له شريعة والباقين تابعين لشريعة ذلك النبي وعند ذلك لا يحصل العبث والله كما تدعي المعتزلة وأيضا من الشروط التي ذكرت بالنسبة للنبي تنزهه عما ينفر الطباع كدنائة الآباء مثلا وعهر الأمهات والرذائل والأفعال الدالة على الخسة والرذالة لماذا هذا الشرط معتبر لكي تركن إلى النبي النفوس وتطمئن إليه وينقادون لأوامره ونواهيه وتكاليفه بل لكي يستحق هذا المقام الإلهي العظيم فالإنسان الذي صاحب رديله والعياذ بالله لا يستحق هذا المقام الإلهي لذا نقول في هذا المجال بالنسبة للأوصاف الرذيلة والأفعال الخسيسة فهذه الأوصاف الرذيلة والأفعال الخسيسة تابعة لقوة شهوية تابعة لقوة غضبية وبما أن المعصوم هو من غلبت شهوته غلب عقله شهوته وغضبه المعصوم هو الذي عقله غالب على القوة الشهوية وعلى القوة الغضبية إذن لا موضوع لهذه الأوصاف والأفعال الخسيسة هذا بالنسبة للأوصاف والأفعال الخسيسة والرذيلة أما بالنسبة لنفي عهر الأمهات ودناءة الآباء فإن الله سبحانه وتعالى كما ورد لا يجعل نطف أنبيائه وأوليائه المخلصين في أرحام غير طاهرة وإنما يجعلها في أرحام طاهرة منزهة وهذا هذا الأمر هو مقتضى أفضلية النبي من غيره كما ذكرناه في الشرط الأول حيث ذكرنا في الشرط الأول أن النبي يجب أن يكون أفضل من غيره فإن في الخلق من نطفته طاهرة قطعا فينبغي أن يكون النبي أفضل من هذا الشخص وبالتالي أفضل يتو تستدعي أن يكون أن لا تكون أمهاتهم عاهرة ودناءة الآباء لأن هذه الأمور كما ذكرناه وورد في الأخبار أن الله سبحانه وتعالى لا يجعل نطف أوليائه المخلصين إلا في أرحام طاهرة والأمر الآخر الشرط السادس الذي ذكر بالنسبة للنبي هو عدم كفر الآباء والأمهات أن لا يكون كافرين بالنسبة إلى هذا الشرط هذا الشرط بالنسبة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله ثابت بدليل النقلي قطعا وأما بالنسبة لغير نبينا فليس هناك دليل قطعي على ذلك خصوصا بالنسبة للأمهات أن لا يكون كافرين ليس هناك من دليل بالنسبة لغير نبينا أما أما نبينا فالأدل حين إن عقاد النطفة وذلك لما بيناه قبل قليل من ورود الأخبار بأن الله سبحانه وتعالى لا يجعل نطف أوليائه المخلصين إلا في أرحام طاهرة إلا في أرحام طاهرة فإذن لا يجعلها في أرحام غير مؤمنة فإذن حين ينقاد النطفة ينبغي أن لا يكون كافرين أو مشركين إن قلت فما تقول في والد إبراهيم عليه السلام حيث يدعى أنه كان كافرا فما تقول في والد إبراهيم الجواب أن والد إبراهيم كان مسلما موحدا كما يظهر من قوله تعالى ربنا اغفر لي ولوالديه دعا بالغفران له ولوالديه إبراهيم عليه السلام فإن هذا الدعاء كما ورد في التفاسير صدر في آخر عمر إبراهيم عليه السلام فلو كان أبو إبراهيم غير مسلم لما جاز الدعاء له كما قال الله سبحانه وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرع منه هذه الآية تكشف على أن إبراهيم هو مسلم والد إبراهيم كان مسلما موحدا والكافر ليس هو والد إبراهيم وإنما كان عمه كما في الأخبار الشريفة الآن نطبق ما قرأناه على مسامعكم نقول يقول الفاضل السيوري يجب اتصاف النبي بجميع الكمالات والفضائل ويجب أن يكون في ذلك أفضل وأكمل من كل واحد من أهل زمانه ذكرنا أنه الواجب هو أن يكون الأفضل في مجال هداية البشر في مجال تكميل البشر في مجال إسعاد البشر أما في غير ذلك أن يكون الأفضل في جميع الفضائل النفسية والبدنية فلا دليل على ذلك وللدليل على قلافه هناك آيات كما في آيات هو أفصح مني هارون هو أفصح مني تشير إلى هذا المعنى مضافا إلى أنه من الواضح أنه موسى من أهل زماني خضر وهارون مع أنه أفضل منهما وهارون هو أيضا نبي فإذن هناك نبي لم يكن أفضل من نبي آخر وهناك نبي كموسى هو أفضل من أنبياء آخرين فإذن هذا القول على أطلاقي غير صحيح يجب اتصاف النبي بجميع الكمالات والفضائل أولا ويجب أن يكون أفضل أهل زمانة على أن موسى أفضل أهل زمانة صحيح ولكن هارون ليس أفضل أهل زمانة إبراهيم أفضل أهل زمانة بالنسبة لنبي نوت ولكن نوت أيضا نبي ولكنه ليس أفضل أهل زمانة فإذن هذا الأمر على أطلاقه غير صحيح لأنه يقبح من الحكيم الخبير أن يقدم المفضول المحتاج إلى التكميل على الفاضل المكمل عقلا وسمعا ونحن ذكرنا في البرهان أنه النبي إما موساوي لغيره أو أنقص أو أفضل إذا موساوي لغيره يلزم ترجيح الراجح يلزم ترجيح المرجوح وإذا كان أيضا أنقص يلزم ترجيح المرجوح وكلاهما قبيح وباطل فينحصر الأمر في أن يكون النبي أفضل من غيره لأن ترجيح المساوي على المساوي الآخر أو المرجوح على الراجح قبيح وأما عقلا فظاهر إذ يقبح في الشاهد أي في محل الشاهد أن يجعل مبتدئا في الفقه مبتدئا في الفقه مقدما على ابن عباس وغيره من الفقهاء ويجعل مبتدئا في المنطق مثلا مقدما على أرسط ومبتدئا في النح مقدما على سيبوه وخليل الفراهيدي وكذا في كل فن من الفنون وأما سمعا فما أشار إليه سبحانه في الآية المذكورة وغيرها هذه الآية أفمن يهدي إلى الحق حق وأن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون هذه الآية تشير إلى عدم صحة تقديم المفضول على الفاضل بل المساوي على المساوي الآخر لأنه ترجيح بلا مرجح لما كان المطلوب من الخلق والغاية والهدف من الخلق هو الإنقياد التام للنبي صلى الله عليه الغاية الغاية كما ذكرنا هو الإنقياد له هو ميل النفوس إليه لحصول السعادة في الدارين هذه الغاية تحصل الكمال المنشود يحصل باتباع النبي بالإنقياد إليه وإقبال القلوب على النبي وجب أن يكون النبي متصفا بأوصاف المحامد من كمال العقل والذكاء والفطنة وقد ذكرنا أن هذا الشرط صحيح ولكنه ليس شرطا مستقلا بل هو راجع إلى العصم وعدم السهوي وهذا أيضا واضح عندما اشترطنا العصم في النبي وقوة الرأي والشهامة والنجدة والعفو والشجاعة والكرم والسخاوة والجود والإيثار والغيرة والرأف والرحمة والتواضع واللين وغير ذلك كل هذه الكمالات يجب أن يتصف به النبي هذا كله مما لا شك فيه لأن عدم اتصافه أولا يلزم منه أن لا يكون أفضل من غيره لأن هناك في الخلق من يكون شجاعا هناك في الخلق من يكون رؤوفا هناك في الخلق من يكون متواضعا لينا فإذا ينبغي أن يكون النبي أيضا متصفا بهذه الكمالات حتى لا يكون أنقص من غيره بل يكون أفضل من غيره كما هو مقتب الشرط الأول وأن يكون منزها عن كل ما يوجب التنفير عنه لأنه إذا تنفرنا عن النبي فلا ننقاد إليه وبالتالي لا يحصل الكمال المنشود والغاية المبتغات وذلك وذلك إما بالنسبة إلى الخارج عنه فكما في دناءة الآباء بالنسبة إلى ما ينفر الناس عن النبي تارة ما ينفر يكون خارجا عن نفس النبي خارجا عن شخص النبي مرتبطا بغيره كدناءة الآباء وعهر الأمات مثلا وتارة يكون بالنسبة إلى صفاته فأما في أحواله فكما في الأكل على الطريق ومجالسة الأراذل وأن يكون حائكا حجاما زبالا وغير ذلك من الصناع الرذيلة وإما في أخلاقه فكالحقد والجهل والخمود والحسد والفضابة والغلظة والبخل والجبن والمجون والحرص على الدنيا والإقبال عليها ومراعاة أهلها ومعافاتهم في أمور في أوامر الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الرذائل ونحن ذكرنا أن هذه الأفعال الخصيسة والأفعال الرذيلة والصفات غير المحمودة لا يتصف بها المعصوم لأنها ناشئة من القوة الشهوية أو القوة الغضبية والمعصوم هو من غلب عقله شهوته وغضبه فإذن لا يمكن للمعصوم بما هو معصوم أن يتصف بهذه الأوصاف وهذه الأفعال الرذيلة والخصيسة وإما في طباعه فكالبرص والجذام والجنون والبكم والبله والأبنة لما في ذلك كله من النقص الموجب لسقوطه لسقوط محله من القلوب وهذا كله يكون نقضا للغرض من خلق الإنسان وهو اتباع النبي والانقياد إليه لغرض الوصول إلى الكمال هذا تمام الكلام بالنسبة إلى هذا المطلب هناك مطالب أخرى سوف نذكرها قبل بيان النبوة الخاصة أي نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وهي أنه ما مقدار عدد الأنبياء ما مقدار عدد الرسول ما مقدار عدد أنبياء للعزو وما معنى الأنبياء للعزو هناك مطالب سوف نذكرها إن شاء الله في بحث لاحق بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة